لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وعنده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون قال الشيخ السعدي رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم وهو الاستجابة لله وللرسول أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه والاجتناب لما نهيا عنه والانكفاف والنهي عنه الانقياد لما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم انقياد باطن وانقياد ظاهر المبادرة والمسارعة إلى ذلك لا التباطئ والتكاسل الدعوة إليه بعد أن يكمل الإنسان نفسه يسعى في تكميل غيره وهذا في الحقيقة هو الإيمان الكامل إذا دعاكم لما يحييكم يقول وصف ملازم لكل ما دع الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام يعني حينما حينما يستجيب العبد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فيترك ما عليه من الكفر ويؤمن فهذه هي الحياة وقبل ذلك ما كان حيا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وكذا العبد حينما يكون منغمسا في مستنقع المعصية فيتوب إلى الله عز وجل وينيب ويستقيم على طاعة الله فهذه أيضا حياة بعد هذا المرض الذي كان عليه مرض قلبه مرض القلب فالحياة الحقيقية إنما تكون بالاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يحذر من عدم لاستجابة لله وللرسول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه ويقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء يحول بين المرء وقلبه يحول بين المؤمن والكفر ويحفظ عليه دينه ويحول بينه وبين المعصية ويحول بين الكافر والإيمان أيضا كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة لما جاءهم الإيمان وأعرضوا عنه فعوقبوا على ذلك بتقليب قلوبهم عنه وعدم إرادتهم له جزاء وفاقا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ما تستطيع أن تعمل طاعة من الطاعات إلا إذا أراد الله وإذا أعانك الله سبحانه وتعالى وهذا يوجب كمال التذلل والافتقار إليه جل وعلا وأن يعلق العبد قلبه بربه دوما وأن يحسن التوكل عليه ما يحدث أمر في الكون إلا بمشيئته سبحانه من الأمور الكونية والأمور الشرعية يقول فليكثر العبد من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وكان هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إليه تحشرون أي تجمعون ليوم لا ريب فيه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيئ بعصيانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب فاعل الظلم وغيره ذلك وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره هذا ليس على القاعدة التي عند الناس حسنة خص والسيئة تعم له بل لا تزير وازرة وزر أخرى أما المقصود بهذه الآية فإن الظلم إذا فعل وانتشر وانتشرت المعاصي وأعلن بها ولم تنكر فإن العقوبة تعم الجميع أما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن العقوبة تعم إنما يكون العقاب العام حينما تجاهر أو يجاهر بالمنكرات ولا أمر ولا نهي يقول وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن تعرض لمساخته وجانب رضاه ثم يقول تعالى ممتنن على عباده في نصرهم بعد الزلة وتكثيرهم بعد القلة وإغنائهم بعد العيلة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض أي مقهرون تحت حكم غيركم كما كانوا في مكة قبل الهجرة تخافون أن يتخطفكم الناس أن يأخذونكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات انظر لفعل الله عز وجل بأوليائه ونصره لهم لما قاموا بواجب العبودية استحقوا ذلك فجعل لكم بلدا تأوون إليه المدينة وانتصر من أعدائكم على أيديكم وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء فيأمرهم سبحانه بذكر ذلك ثم يختم الآية بقوله لعلكم تشكرون أي تشكرون الله على منته العظيمة وإحسانه التام بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا نتعلم من هذه الآيات لزوم الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجادل ولا تماطل ولا تسوف إذا جاءك الأمر من الله والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فبادر إلى الالتزام والاستجابة فإنه بذلك تكون حياة القلب أيضا الحياة الحقيقية في العمل بطاعة الله عز وجل نتعلم منها أيضا إثبات القدر فكل شيء بقدر وقد كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة ثم إنما يحاسب العباد على ما عملوه وقدموه إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأن العقوبة لا تكون إلا على فعل فهذه الحيلولة بين الإنسان وقلبه إنما تكون بتقدير الله نعم ولكن بما كسبه العبد وما قدمه من عمل من إعراض عن الوحي لما جاءه فيها أيضا إثبات البعث والجزاء وأنه إليه تحشرون فيها كذلك خطر انتشار المنكرات وإشاعتها وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك من أسباب العقاب العام أيضا فيها الأمر بذكر نعمة الله عز وجل أن يتذكر الإنسان نفسه لما كان عصيا ثم هداه الله لما كان فقيرا ثم أغناه الله لما كان مستضعفا وقواه الله عز وجل ونصره فهذا من أعظم أسباب المحبة لله عز وجل في القلب فيها أيضا أن النصر من عند الله وأن الرزاق هو الله وحده وأن ذلك موجب لشكر الله عز وجل على نعمه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكزاكم الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين